اولا احنا رحنا مع الجانب الشيعي لان احنا عرفنا ما بعدهم خطأوا في ساحات الاعتصام اللي سوت والتظاهرات اللي ادت الى ظهور تنظيم داعش احنا صرنا قريبين من الشيعة لان هم شركانا داخل البلد نعم احنا قريبين من الشيعة وهذا معب لان هو شريكي وهو جزء من العراق الشيعي احنا صرنا قريبين من الشيعة لان نعتقد احنا علاقاتنا الوطيدة والتاريخية مع الشيعة هي من رح تنفذنا الى بر الامان واتبع اهلك ما بيع اهلي من اهلي انا اللي دافعون عن اهلي لا انا اذا احافظ الاقليم هو نتاج استاذ كريم الاقليم هو نتاج توافقي سياسي وليس مزاجي حتى في زمن اقليم الشمال هم صار توافق دولي على اعطاء بالواحد والتسعين الاخوان الحكم الذاتي اليوم من نتكلم عن اقليم سني انا اعتقد يعني ليس من المصلحة اليوم فتح هذا الباب في حجة حماية السنة اخوة كانت عندنا اوراق كثيرة في عملية الدفاع عن السنة كانت عندنا اوراق وعندنا علاقات كثيرة مع الاخوان الشيعة في عملية الدفاع عن السنة من صارت بالتظاهرات بالالفين واثنعاش حقيقة هم من قادوها مو احنا اللي قادناها هم من ادت الى انهيار المناطق مالتنا ودخول تنظيم داعش وصار عندنا معتقلين وصار عندنا نازحين وصارت عندنا اراضي مأخوذة لحدا يعني تتهمهم هم هذه الجهات ما أتهمهم هم كانوا موجودين لماذا أتهم لا 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 أكون فرق بين قيادات شيعية موجودة وقيادات كردية بس ما أحد أتهمها بأنها من أدخل الداعش أنا أقول المظاهرات اللي سووها والاعتصامات اللي سووها أظهرت نتعجة نتعجة تنظيم داعش